السلسلة الاساسية لا نحسبها سلسلة وغرزة لا دي دايما بتكون ارتفاع ابرة عشان نقدر نتحرك بالابرة ونتنقل بين غرزة لغرزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم حبايبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله الدرس السابع من اساسيات تعليم الكورشي من الصفر الاحتراف غرزة النص عمود طبعا غرزة بسيطة وسهلة ان شاء الله نشتغلها مع بعض كده وتكون سهلة عليكم بإذن الله وبسيطة طبعا بتشتغل كل بتدخل في كل مشغولات الكورشي وشغل الهند ميت اه هي طبعا عندنا غرزة النص عمود والعمود بلفة والعمود باثنين لفة والعمود بتلاتة لفة طبعا كده النهاردة احنا نشتغل النص عمود بكل سهولة بإذن الله يبدأ عليك بركة الله معنا طبعا خيط سميك زي ما احنا متعودين تمام كده اهو نشتغل الديرس العقدة البداية بتاعتنا اهي خلاص كده وابرة رقم خمسة ابرة رقم خمسة تمام كده كده ارتفع حنرتفع كده اول سلسلة دي ما بنحسبهاش اول سلسلة دي ما بنحسبهاش خلاص كده احنا ارتفع عشر سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده تسعة عشر تمام كده طبعا تعلمنا السلسلة دي من دروس اساسية الكروشيه تمام كده ارتفعنا عشر سلاسل العشر سلاسل دولا عايزة اشتغل عليهم نص عمود تمام انا هشتغل غرزة النص عمود دي ازاي بكل سهولة كده شايفين الخيط اللي معانا اهو نلف الخيط على الابرة نلف الخيط على الابرة نيجي ندخل في اول غرزة هنا مش اللي هي بعد الابرة دي لا دي ما بنشتغلش فيها زي ما احنا متفقين ما بنشتغلش فيها بنشتغل في الغرزة اللي وراها على طول اهي تمام كده نلف الخيط على الابرة لفة واحدة تمام نيجي ندخل في قلب الغرزة الاولى دي اللي اتفقنا عليها ونسحب خيط نلف الخيط على الابرة كده ونسحبه لتحت كده الخيط اهو عندنا تلات حلقات تكونت لنا اهي تلات حلقات خلاص كده نلف الخيط على الابرة ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة كده خلاص تمام ثاني طيب نلف الخيط على الابرة كده نتكونت عندنا اول غرزة اهي اللي احنا تشتغلناها دلوقتي نلف الخيط على الابرة تاني شننشغل السلسلة اللي وراها او الغرزة اللي وراها كده نلفنا الخيط على الابرة ندخل جوه السلسلة كده ونسحب خيط تاني شننتكون عندنا كام حلقات ثلاث حلقات نلف الخيط على الابرة مرة تاني خلاص ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة كده نص عمود تاني هاي غرزة نص عمود تاني تكونت لنا تاني كده نعاز اشتغل السلسلة اللي عندي دي كلها بنفس الطريقة نلف الخيط على الابرة ندخل جوه السلسلة نسحب خيط تكونت لنا ثلاث حلقات على الابرة نلف الخيط ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة خلاص كده بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها خلاص السلسلة دي السلسلة اساسية دي ما احنا بنحسبها سلسلة وغرزة لا دي دايما بتكون ارتفاع ابرة عشان نقدر نتحرك بالابرة ونتنقل بين غرزة الغرزة تمام كده اهي نلف الخيط على الابرة عشان ندخل في الغرزة اللي وراها على طول ندخل جوه السلسلة اللي عليها الدور نسحب خيط تكونتنا ثلاث حلقات اهي نلف الخيط على الابرة تاني ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة بخطة في الابرة تمام اهي نكون سهولة اهي شايفينها ازاي نلف الخيط على الابرة ندخل جوه السلسلة اللي عليها الدور نسحب خيط هتلاقي ثلاث حلقات عندك على الابرة نلف الخيط على الابرة تاني ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة تمام كده تاني اهي بنفس الطريقة تكملوا شغلك بنفس الشكل ونفس الطريقة برضو هتوصل الاخر سلسلة تلف الخيط على الابرة تدخل جوه اخر سلسلة دي تمام كده هكون عندك ثلاث حلقات نلف الخيط على الابرة ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة وتكونت معانا غرزة النص عمود اهي شايفينها ازاي باينة واضحة خلاص حبيبي بنفس الطريقة هنرتفع لو انت مثلا عايز تطلعي اسطور تاني بنفس الغرزة دي هتعمل ايه ترتفع سلسلتين نرتفع يادي سلسلة ويادي التانية تمام ونلف الشغل بتاعنا كده اهو تفضل يشغالة كده بنفس الطريقة نلف الخيط على الابرة تمام ارتفع النص عمود سلسلتين نلف الخيط على الابرة تاني ندخل جوه اول غرزة نسحب خيط تكونت عندنا ثلاث حلقات نلف الخيط على الابرة ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة كده تكونت عندنا الغرزة برضو اهي خلاص بنفس الطريقة ونفس الشكل نفس الموضح قدامكم اهو تمام كده تفضل يتكمل كده الشغلة اللي معاك طب انا مثلا عايز اشتغل بنفس الغرزة دي اه وغرزة المنزلق عايز اشتغل مثلا ايس كاب او عايز اشتغل اه كفية مثلا يعني بتفضل تشتغل عدد سلاسل بالطولة اللي انت محتاجها مثلا انا عايز منعمل كفية تفضل تشتغل ايه عدد سلاسل مثلا مترو نص الكفية مترو نص حلوة الطول بتاحها كويس برضو هتلاقي هنا عندك اخر سلسلة هنا كده اهي ما تفوتيهاش لان دي غرزة برضو بتكون مائلة كده خلاص برضو تشتغلي فيها عادي خالص عشان الشغل بتاعك بقى مظبوط اهو شايف اشتغلنا ازاي بنفس الطريقة ونفس الشكل اهو تمام كده انا عايز اشتغل مثلا كفية بنفس الغرزة دي غرزة النص عمون وغرزة المنزلق ده ما احنا تعلمناها الفيديو اللي فات وغرزة المنزلق هتعملي عدد من السلاسل قد مترو ونص مثلا لما تقسيها تلاقيها مترو ونص تفضلي تشتغلي كده اهو في البداية خلاص تشتغلي نص عمود غرزة النص عمود على السلاسل دي بعد كده ترتفع السطر التاني تشتغلي مرة غرزة نص عمود ومرة منزلق هتلاقي الغرزة معاك متجسمة غرزة متجسمة تفضلي بقى تشتغلي عدد اسطر كده بنفس الطريقة هتلاقي الغرزة معك شكلها حلو وبسيطة والله ان شاء الله اتمنى الفيديو يكون عجبكم ولو استفدت مني ما تبخليش عليك ده باشتراك ولايك حلو واعجاب في القناة وعملي مشاركت شان الكل يستفد واسبكم فيه رعاية الله وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته